السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع ببداية العام الجديد الجميع ينظر بعين من الحذر إلى حرب أوكرانية لأنها كما يبدو قلبت الموازين الاقتصادية بأغلب دول العالم وتحديدا بالدول الأوروبية وتأثيرها يكاد يكون وصل لكل الدول ولكل البيوت بأوروبا وبألمانيا وبينما ينتظر البعض أن يسمع أخبار بخصوص نهاية الحرب وأنحسار التأثير الاقتصادي للحرب اليوم ينز شتولتنبيرغ وهو الأمين العام لحلف الناتو في مقابلة له مع بي بي سي البريطانية دعا دول الناتو التي أغلبها دول أوروبية تعاني من أزمة طاقة شديدة ومقبلة على مقاطعة النفط الروسي دعاهم رئيس حلف الناتو إلى زيادة الإنتاج العسكري وزيادة الأنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة لأجل دعم أوكرانيا ورغم أن إنتاج الأسلحة يكلف الكثير من الطاقة ولكن الاتجاه الآن بأغلب الدول هو لصالح الإنتاج العسكري ولإنتاج الذخيرة الكافية رغم أن هذا الإنتاج يبتلع الغاز الذي يحتاج الجميع خصوصا بفصل الشتاء ولقاءة حلف الناتو الذي ألمانيا تعتبر جزء منه له وجهة نظر عميقة وهي تمثل وجهة نظر الحلف بأكمله والدول المشاركة به وتتمثل بكلما زاد دعم أوكرانيا بالسلاح كلما تقدمت أكثر وكلما كان موقفها أقوى بالتفاوض إن حصلت مفاوضات سلام بالمستقبل وهو قال حرفيا أن قدرة أوكرانيا على التفاوض لإنهاء الحرب تعتمد على القوة التي تظهرها البلاد في ساحة المعركة كل هذا الكلام أصدقائي يعني أنه علينا الاستعداد لإنفاق عسكري أكبر على حساب الوضع الاقتصادي وعلى حساب الإنفاق يعني بالنسبة لأنواع الإنتاج الأخرى من ناحية أخرى بالنسبة لأسعار الغاز الآن فهناك مفاجئة كبيرة وجميلة بأوروبا وهي أن أسعار الغاز الأوروبية أو بالسوق الأوروبية انخفضت بشكل كبير وهي الآن عند 70 يورو للميجاوات الساعي الواحد علما أن وحدة القياسة ليست المتر المكعب بأوروبا وهي الآن يعني الأسعار الآن رسميا بنفس السعر الذي كانت عليه قبل الحرب الروسية على أوكرانيا التي بدأت بفبراير من عام 2022 وهي الآن عند نصف ما كانت عليه بشهر ديسمبر الماضي والآن السبب الرئيسي هو الطقس والاحتباس الحراري لأن الطقس كان دافئ يعني أو الأكثر دفعا بتاريخ ألمانيا وأوروبا بفترة رأس السنة والحرارة حتى وصلت إلى 20 درجة مئوية ببعض الأماكن بألمانيا وما ساعد على انخفاض السعر أيضا هو تقليل صرف أو استهلاك الغاز وبنفس الوقت الخزين الاستراتيجي من الغاز عند الدول الأوروبية لم ينقص بشكل كبير كما توقع الخبراء والخزين الاستراتيجي بألمانيا الآن وصل إلى حوالي 90% وهو شيء جيد بالنسبة إلى فصل الشتاء وهو دليل على أن الأمور ممكن أن تستمر بخير وبدون تدهور بعد التخلي عن الغاز الروسي انتقل أنا أصدقائي للموضوع التالي هناك بعض التغييرات التي ستحصل بعام 2023 أولا هناك تغيير رائع جدا بألمانيا ومعلومة ربما لا يعلمها الجميع وهي إن كنت تعمل ويدخل لك سنويا من عملك حوالي 10347 يورو أو إن كنت متزوج ضعف هذا المبلغ فأنت معفي من الضريبة وهنا نتكلم عن الأينكومنشتويا الآن وابتداء من 2023 تم رفع المبلغ المعفي من الأينكومنشتويا ضريبة الدخل إلى 10908 يورو للعازب وتقريبا ضعفة للمتزوج معفي من الضريبة سينفع هذا الأمور من يعمل بدوام جزئي أو من لديه كلاينكي فيابة أو لديه مشروع صغير ولكن ملاحظة ما رح تكون معفي من التأمين الصحي الذي تكون نسبته تقريبا 19% على كل ما تكسب شهريا ثاني شيء أصدقائي للأطفال سيتم زيادة مخصصات الكنداقيل لهم وستصل إلى حوالي 250 يورو شهريا وذلك لأجل تخفيف التضخم على العوائل وعلى الأطفال أما بالنسبة للمتقاعدين فتنتظرهم زيادات برواتبهم التقاعدية بنسبة عالية جدا ولكن للأسف ليست بنفس نسبة التضخم لعام 2022 ومن المقرر أن يرتفع راتب التقاعد بشرق ألمانيا 4.2% مقدار الزيادة وبغرب ألمانيا 3.5% وليس هذا فقط بل من يطلع تقاعد أو من يتقاعد الآن ويستمر بالعمل بمجالات أخرى بنشاطات معينة فقد تم إلغاء الحد الأقصى للأرباح الإضافية وهم كانوا قد سمحوا لهم بالحصول على 40 ألف يورو سنويا يعني كأرباح إضافية من الآن فصاعدا تم إلغاء الحد الأقصى للأرباح الإضافية سواء من عمل أو من استثمار أو من أمور لها عوائد مالية دون تخفيض المعاش التقاعدي رابعا الأشخاص الذين لديهم تأمين صحي قانوني وهم غالبية السكان لديهم جيزاتليش فازيشغونغ فيجب أن يعلمون أن التأمين الصحي بعد 2023 أصبح ثمنة غالي جدا وسيزداد بمقدار 1.6% وسيصبح حوالي 20% اقتطاع شهريا من المعاشر الذي تجنيه بالشهر الواحد يعني مثلا أنت تجني 5000 فيورو شهريا سيأخذ منك كتأمين صحي ما معدل ألف فيورو وستدفع ضريبة شهريا معدلها ألف فيورو وستدفع تأمين تقاعدي وبنهاية المطاف تكون محظوظ أن بقي لديك تقريبا نصف الراتب لتعيش به ولتصرف على عائلتك وإيجار منزلك وفواتير الحياة الأخرى من تدفئة وكهرباء ومدرسة أو يعني اشتراك رياض الأطفال ووجبات طعام الأطفال والإنترنت وتأمين السيارة والبنزين والأمور الأخرى وهذا هو الحال بأغلب الدول الأوروبية والدول الغربية ضرائب وتأمين صحي وتأمين تقاعدي نسبيا مرتفعة إلى حد ما وحقيقة خراب النظام الصحي بألمانيا ترجع أصدقائي يعني إلى فيروس كورونا وبسببه نحن ندفع الآن نسب أعلى للتأمين الصحي كون فيروس كورونا كلف خزائن التأمين الصحي مبالغ خيالية من كلفة اللقاح ومراكز فحص الكورونا وسرة العناعي المركزة التي كلفت أحيانا أكثر من 200 ألف يورو لعلاج المريضة التي تسوق حالتها وحتى الكورونا شنيل تيست يعني فحص كورونا السريع اللي يباع ب2 يورو بالسوبر ماركت فقد كلفه بالسنوات الماضية حوالي 30 يورو عندما يتم عمله بمراكز الفحص العديد التي عملنا بها فحص كورونا يعني أغلبنا بألمانيا هو فحص الكورونا واحدة يكلف 2 يورو الجهاز أو أقل لما تشتري بالجملة ولكن يعني التأمين الصحي يدفع 30 يورو لمراكز الفحص كي تعمل الناس الفحص السريع شيء آخر رفع من سعر التأمين الصحي وهو زيادة كبيرة بكمية اللاجئين خصوصا يعني اللاجئين الجدد وبالتالي قل بكميات المساهمة يعني 20% من التأمين الصحي لأن قليل من اللاجئين خصوصا الجدد يعملون ويعني هناك زيادة كبيرة بالحصول بأعداد الأشخاص والذين يحصلون على الخدمات الطبية بقية المتغيرات للعام الجديد تكلمنا عنها بالقناة ولا تحتاج لإعادة مثل مساعدة الفون جيلد ويعني قانون البوغا جيلد وإلغاء الهادس فيها وضريبة الميراث ويعني 200 يوم مبلغ مالي لمن يعمل هوم أوفيس وهي موجودة بالفيديوهات السابقة الآن نتحول للموضوع الآخر هناك خبر جميل للنساء والخبر هو أن النساء يعشن عمر افتراضي أطول من الرجال بكثير والسبب لا يرجع للنظام الغذائي أو للنظام الصحي ولا إلى أسلوب الحياة بل السبب هو سبب بيولوجي يكمن ببنية المرأة الجسمانية ويقول التقرير الذي نشرته القناة الألمانية الأولى إلى أن النساء بكل بلدان العالم وبكل الحضارات يعشن أعمار أطول من الرجال والباحثين ببداية الأمر يعني افترضوا أن السبب هو أن النساء يعتنين بالصحة أفضل من الرجال ويأكلن طعام صحي أكثر ويأكلن الخضار والفواكه أكثر بينما الرجال هم مدخنين ويستهلكون الكحول أكثر وأكثر استهلاك لللحوم الحمراء ويسهرون أيضا أكثر ولكن الآن هناك فريق من علماء معهد بلانك البيولوجي المختص بأبحاث الشيخوخة وفريق من كلية لندن الجامعة عملوا دراسة واكتشفوا أن الإناث يعشن عمر أطول من الذكور ليس فقط عند البشر بل عند حتى بعض المخلوقات الأخرى بل حتى عند بعض الحشرات والعلماء اكتشفوا أن الأمر يتعلق بإعادة تدوير الخلايا عند النساء عملية إعادة تدوير الخلايا هي أفضل مما هو عليه عند الرجال يعني حتى ببقية المخلوقات الأخرى بنفس الوقت طور العلماء دواء يسمى الرابيميسين وهو دواء يحفز الخلايا على تنظيف نفسها وهي عدد تدوير الخلايا الميتة أو عمل تنظيف ذاتي والنتيجة كانت جميلة وهي أن العقار ساعد بزيادة العمر والإفتراض الإناث عند الكثير من المخلوقات وهم حتى جربوها عند بعض منواع الحشرات وكانت النتيجة إيجابية بشكل كبير جدا والآن العلماء يطورون هذا العقار ليكون متاح للبشر لأجل أن يؤخر عملية الشيخوخة وليقوم بزيادة عملية تجدد الخلايا الآن نتحول للموضوع الآخر هناك قانون بألمانيا دخل حيز التنفيذ وهو قانون فرض ضرائب على عمليات البيع على المنصات الإلكترونية بألمانيا وهذا القانون سيستهدف كل عمليات البيع حتى بمواقع بيع الأمور المستعملة مثل موقع إي بي كلان أنت سايقن ونحن كسكان ألمانيا أغلبنا نستعمل هذه المواقع بشكل مكثف فينا بالسنة السابقة لمرات عديدة بعت واشتريت سيارات من هذا الموقع وأشياء كثيرة مستعملة من المنزل فهي أفضل طريقة للتخلص من الفلاجة القديمة بالمنزل هو موقع إي بي كلان أنت سايقن والطباخ القديم أيضا الآن الأمور ستتغير بألمانيا وهذه المواقع مواقع البيع الأونلاين ستعطي معلوماتنا التي أجبرنا على إعطائها للموقع أو للمواقع العديدة عند التسجيل مثل اسم والعنوان ورقم الهاتف يعني بحالات معينة وليس بكل الحالات ستعطى معلوماتنا إلى مكتب الفيناينس أمت أو إلى مصلحة الضرائب ويعني تمرير البيانات سيكون بحالات معينة وهي تجاوز المبيعات بنفس الحساب والعنوان لأكثر من ثلاثين عملية بيع سنويا أو تجاوز مبلغ المبيعات لألفين يورو وأربعة عشر عملية بيع طبعا القانون هو يستهدف الأشخاص الذين يعملون بالتجارة الألكترونية أو يعملون يعني ببيع الأمور بشكل تجاري لغرض التربح ولا يشمل الأشخاص العاديين إذن من يبيع سيارات بأعداد كبيرة أو من يتاجر وتدخل له الكثير من الأموال عن طريق هذه المواقع سوف ترسل بياناتها للفينانس أمت وبعدها سيطلب منه دفع ضريبة أو عمل جيفيبة والأمر لا يشمل الناس العاديين يعني كنا نبيع سيارات حين بمبالغ مرتفعة ولكن الأمر هو اعتيادي الآن أصدقائي نتحول للموضوع الأخير بألمانيا سنويا يموت حوالي 70 ألف شخص بسبب استهلاك الكحول والإدمان على الكحول وحوالي 127 ألف شخص سنويا يتوفى بسبب التدخين وهذه مسببات الوفيات أي الإدمان لها عواقب وخيمة على المجتمع وعلى النظام الصحي خصوصا وأن هناك أخبار جديدة تفيد أن نسبة المدخنين للشباب أو المراهقين الذين هم تحت السن القانوني ازدادت بشكل كبير وهم الآن أعلى نسبة بالمقارنة مع كل الأعوام الماضية بدول أخرى مثل نيوزلندا تغيرت الأمور وأصبح كل شخص مولود بعد 2008 لا يحق له شراء منتجات التبغ نهائيا والهدف هو بناء الجال جديدة خالية من التدخين ومن إدمان السجائر من ناحية أخرى فإن سياسة المواد المخدرة بالحكومة الألمانية تعتبر يعني تحمل نقلات جديدة لألمانيا ومن المتوقع بنهاية هذا العام 2023 أن يتم إقرار قانون تقنين الحشيش وأن يصبح بيعها قانوني ببداية العام القادم 2024 الآن هناك صوت عالي جدا من حزب الخضر ومن سياسية من حزب الخضر تعمل بلجنة المخدرات والإدمان بألمانيا قامت بعمل ضجة كبيرة وطلبت بالتفكير بعمل قيود كبيرة على شراء السجائر والتبغ بصورة عامة وأيضا قيود كبيرة على يعني الكحوليات التي تباع بالمحلات وقالت أن هذه المواد المخدرة تسبب إدمان وتسبب أمراض وموت وأرقام الضحايا يعني مرتفعة جدا بألمانيا وهي أيضا أكدت أنه يعني توفر هذه المواد بشكل كبير وبأماكن عديدة مثل يعني مكاءن بيع السجائر بالشوارع أو محطات تعبية الوقود أو السوبر ماركت والشراء الكحول والسجائر بسهولة يعني يجعل المدمنين أعدادهم تزداد لذلك يجب تصعيب الحصول على هذه الأمور لأجل المجتمع أكثر صحي هذا هو يعني توجه بعض الأصوات بحزب الخضر طبعا من ضمن طرق جعل شراء الكحول والتبغ صعب هو تقليل أماكن البيع وفرض ضرائب أعلى هكذا وجهة نظر الآن أصدقائي بألمانيا طبعا لها مؤيدين كثر وبنفس الوقت لها معارضين فهل أنتم مع تصعيب بيع الكحول والتبغ أم ضد هذا الأمر سنراقب التطورات أول بأول بألمانيا ونتمنى الخير والسلامة للجميع نلتقي في فيديو آخر قريبا مع السلامة